وحول هذا الموضوع من تهران ينضم إلينا محمد صالح صدقيان الباحث في الشؤون الإيرانية تحياتي أستاذ صدقيان ميشيل باشلي المفاوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقول ربما الأولى على السلطات الإيرانية أن تعالج مشكلة شح المياه بدلا من قمع الاحتجاجات بهذه الطريقة وأيضا مقتل الأبرياء منطقيا هذا كلام صحيح ألا ترى ذلك مساء الخير لك والمشاهدين وكل عام وأنتم بخير بالتأكيد هذا كلام هو تحريضي مثل هذه المنظمات لها مواقف سلبية مع النظام السياسي في إيران وبالتالي هي تنطلق من دوافع سياسية خاصة ولا تعكس الحقيقة فيما هي موجودة في الميدان كلنا يعلم بأن هناك احتجاجات اعترفة بها النظام السياسي في إيران وهذه الاحتجاجات أرادت أن توصل صوتها للحكومة المركزية في طهران للمسؤولين في محافظة خوزستان وبالفعل وصلت هذه الرسالة إلى أكبر شخص في النظام السياسي في إيران حيث اعترف المرشد الإيراني الأعلى يطلع علي خامنئي بأن هناك تقصير موجود في الأداء أداء المسؤولين سواء كانوا في العصمة الإيرانية طهران أو في محافظة خوزستان وبالتالي هو أعطى الحق للمتظاهرين بالتباهر والاحتجاجات والمطالبة سيد صدقيان ما فائدة كلام المرشد ما فائدة اعتراف المرشد ما فائدة أن يقول المرشد أنه يجب أن نتفهم غضب أهالي تلك المحافظة وحاجاتهم وما دام هناك فيديوهات تظهر استهداف رجال الأمن للمتظاهرين الحديث يدون الآن عن ثمانية قتلى ومصابين بينهم صبي في سن المراهقة أو كان مارا من هناك فما فائدة اعتراف المرشد إذا كانت هذه الحصيلة أولا الاعتراف بوجود خطأ أو وجود سوء إدارة في تنفيذ المشاريع أو تقديم الخدمات للمواطنين هذا شيء مهم جدا وبالتالي هو يعطي حافزا للمسؤولين من أجل حل هذه المشاكل ونحن رأينا اليوم الجمعة كان هناك وفد برئاسة معاون الرئيس اليراني إسحاق جهان كيري مع وفد رفيع المستوى من الوزارات والجهات المعنية ذهبوا إلى خزستان واجتمعوا مع رؤساء القبائل والعشائر والمسؤولين بغيت حل هذه المشاكل الموجودة في هذه المحافظة الغنية النقطة الثانية هناك بعض الجهات أرادت التصيد بالماء العكر وأرادت أن تستغل هذه الاحتجاجات لدوافع سياسية وأمنية معينة وبالتالي السلطات الإيرانية المحلية تقول بأن إطلاق الرصاص تم من قبل جهات مجهولة وألقي القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في إطلاق الرصاص والذي تسبب بمقتل عدد من المواطنين أو استشهاد عدد من المواطنين واستشهاد عدد من أفراد الشرطة أيضا وبالتالي صدرت أوامر أخرى بالإفراج عن كل الذين اعتقلوا من المواطنين الخزستانيين الذين كانوا يحتجون على سوء إدارة المشاكل الموجودة في المنطقة وتم البقاع على المتورطين في هذا العمل لو تسمح لي أفهم وجد نظر أن هناك من يحاول التصيد في المياه العاكرة ولكن مشكلة هذه المياه العاكرة أنها تتكرر وتتابعها منظمات كالعفو الدولية وأمستي انترناشنل وهيومان رايتس ووتش تطابقها مع أحدات جرت في خزستان في نفس المكان في نوفمبر 2019 وترى نفس الممارسات في التعاطي مع احتجاجات خزستان التي تتعدد أسبابها وربما لديها تفسير واحد يعني دعيني أقول بشكل واضح أن هناك بعض الجهات سواء كانت جهات داخلية أو جهات دولية تريد أن ترقص على جروح المواطنين في محافظة خزستان هذه المنطقة هي منطقة شهدت حرب عراقية إيرانية لمدة ثمان سنوات شهدت احتلال من قبل قوات نظام صدام السابق شهدت وضع أمني مربك وبالتالي هناك أيضا جهات محلية تريد لهذه المنطقة بالانفصال ترفع شعارات انفصالية وهناك وضع أمني غير طبيعي وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة حساسة هي منطقة حدودية مشتركة مع العراق مع المياه الخليجية وهي منطقة غنية أيضا وبالتالي من يريد أن يتربص بإيران الدوائر أو يتربص بالمواطنين في محافظة خزستان أنا أعتقد بأنه يحرك كل هذه الأوراق من أجل أهداف سياسية وأمنية لكن ما يدور في الواقع وفي الميدان الكل يعترف بأن هناك تقصير وقصور في الأداء هذا الأداء هو يشمل الحكومة المركزية في طهران هو يشمل قصور في السلطات المحلية ويشمل أيضا قصور في الفعاليات البرلمانية لأنه الصورة لا تصل كاملة من خزستان بحسب العافو الدولية هناك تعطيل متعمد للإنترنت وتغطي على هذا الأمر فالصورة لا تصل كاملة من هناك ولكن الوقت دهمنا أشكرك على هذه المشاركة من طهران محمد صالح صدقيان الباحث في الشؤون الإيرانية